بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأولياء الأكارم أعزائي المشاهدين إذن هذا موضوع التربية المدنية لشهادة التعليم المتوسط 2019 كما تشاهدون والعيه الأولى قال عرف المطلحات التالية لإعلان العالم من حقوق الإنسان النقابة الدستور والسلطة التشريعية السؤال الثاني أو الوضعية الثانية قال أعيد ترتيب الترتيب هذا يعني هو ليس ترتيب صحيح فقط مجرد محاولات حتى لا حتى لا يعني خلعوش تلاميذ ولا الترتيب هذا أنا لا أعرف الترتيب هذا يعني ترتيب إجراءات رفع الدعوة القضائية كما قلت الترتيب هذا غير صحيح ثم الوضعية الثالثة ينشط في الهلال الأحمر جزائري أكثر من 25 ألف متطوع على المستوى الوطني اقترح خطة إغاثة لفائدة منكوبي الحروب والكوارث تسهم بها في أنشطة الهلال الأحمر الجزائري للتخفيف من معاناتهم ثم الوضعية الإدماجية تتكلم عن الصلح وحل النزاع وديا أفضل أو دون اللجوء إلى المحكمة للتقاضي على العموم الموضوع تقييم الموضوع كما قال لأحد الأساتذة وهو يدرس سنة رابعة قل أن الموضوع في متناول التلاميذ وليس بتلك الصعوبة ربما أغلبية التلاميذ سوف يجيبون على هذا الموضوع وسوف يتحصلون على النتائج جيدة خاصة لأنه مثلا وضع الإدماجية على ثمانية نقاط ليست صعبة أيضا التمرين الثالثة الوضعية الثالثة يعني مجرد خطة يعني تقتلح خطة يعني من من إنتاج التلميذ تقريبا ما راح تكون صعيبة يكون فيها اجتهاد الإجتهاد راح يكون مقبول نتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للتلاميذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتمنى إن هم بارئة اشتركوا اشتركوا في القصة اشات��